ترأس الوزر الأول ووزر المالية أيمن بن عبد الرحمن الأربعة اجتماع للحكومة بتقنية التحاضل المرئي عن بعد وافدت الوزر الأولى في باين لهان الحكومة درست عديد النقاط حيث تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية والفنية بالإضافة لمشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم اللجنة الولائية للصحة العقلية المكلفة بدراسة كل طلب صادر عن الوالي المختص إقليميا أو طبيب الأمراض العقلية للمؤسسة والفصل فيه وكل طلب يتقدم به المريض أو ممثله الشرعي أو كل شخص يتصرف لمصلحته والفصل فيه أما بالنسبة لمجال الصيد البحري والمتجات الصيدية تم تقديم عرض حول توسيع نشاط بناء السفن على طول الشريط الصحلي ونتائج أشغال اللجنة الوزرية المشتركة التي أنشئت تبعا لتعنيمات صادرة عن رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المناقد بتاريخ 21 نوفمبر بغرض التكفل بالطلبات على العقار المودعة من طرف شركات بناء وإصلاح السفن أين أحصت الحكومة 37 طلباً على العقار قدما على المستوين المركزي والمحلية